اشتركوا في القناة سوق العملات شاهدنا الجنيه الاسترليني الذي قاد صعود العملات الرئيسية خلال الفترة الماضية من جهة اخرى كذلك شاهدنا ضغوط وتراجع اليان الياباني بعد عودة شهية المخاطرة في الاسواق اليابانية كنا شاهدناها وارتفاعات قياسية وصل اليها نيكايتو توفايف تحديدا الى اكثر من 30 عاما ما هي كل هذه المتغيرات كيف تفسر السيد ساركيس كل هذه المتغيرات تحديدا في الجنيه الاسترليني بداية مع الجنيه الاسترليني من ان يكون الخروج البريطاني من الاتحاد مدمر اقتصاديا وحاليا يرتفع الجنيه الاسترليني ليحقق مكاسب ملموسة فقط الواحد فاصل سبعة في المائة على مدى هذا الشهر بان يكون التعافي الاقتصادي في بريطانيا اسرع واكثر سلاسة مقارنة في منطقة اليورو او في الاتحاد الاوروبي ككل وهذا ما قاطع الجنيه الاسترليني دفعه حتى امام اليورو وبذلك نلاحظ هذا الارتفاع في الجنيه الاسترليني الذي قد يستمر لبعض الوقت لكن مع وصولنا الى الحاجز النفسي والذي يعتبر ايضا فني الواحد فاصل اربعة دولار للجنيه لا استبعد حصول بعض التذبذ والتصحيحات وبانتقالنا للين الياباني فشوفنا اخذ الان الاتجاهات المعاكسة فالين الياباني يعتبر لهذه السنة احد اسوأ العملات اداءا وجاء ذلك الانخفاض لعدة اشباب لكن مؤخرا شهدنا حالة من الاختلاف بين عوائد السندات الامريكية واليابانية حيث ان عوائد السندات الامريكية ارتفعت واتحدث هنا عن عوائد امد الاستحقاق 10 سنوات التي صعدت الى اعلى من 1.2% في المقابل عوائد السندات اليابانية ما زالت منخفضة جدا وهذا ما وسع الفارق لصالح السندات الامريكية وارتفاع الفارق لصالح السندات الامريكية دفع في الشيولة من اليابان الى الولايات المتحدة لطلب الاستثمارات في ادوات العائد الثابت ومن جهة اخرى كما تفضلتي فالايجابية والارتفاع الشهية للمخاطرة في اليابان نفسها وارتفاع مؤشرات الاشهم والاصول كلها ايضا دفعت المتداولين للتخلي عن الياباني في سبيل التوجه نحو استثمارات اخرى قد تكون ذات عائد مرتفع اكثر فاليان الياباني دخل اتجاهات هابطة جديدة مقابل الدولار الامريكي وعدة عملات اخرى اخش بالذكر ايضا الدولار الاسترالي والدولار النيوزلندي الذين ارتفعا بقوة مقابل الياباني لعدة اشهر وهذا ما يثبت ايضا العلاقة العكسية ما بين الياباني وحالة التفاؤل والتوقعات الاقتصادية المستقبلية بالنسبة للاقتصاد العالمي والتي مع تحسنها انخفض الياباني نعم السيد ساركيس نتحدث عن ملف ثاني النفط والرالي الواسع الذي نشتشهده اسعار الخامات خلال الفترة الماضية الى اي مدى سيستمر او تستمر هذه الارتفاعات على مستوى الخامات الاساسيات حاليا داعمة لمزيد من الارتفاع في اسعار النفط فبداية نعلم من خلال رقابتنا من معلومات ادارة معلومات الطاقة الامريكية والتي اظهرت انخفاض المخزون الامريكي ورغم انه ما زال اعلى بمقدار 2% من متوسط الخمس سنوات لكن لنتابع الان مصاف التكرير في الولايات المتحدة حيث ارتفعت انتاجية وتكرير النفط كطاقة بالنسبة للتكرير في الولايات المتحدة من 80.7% الى 83% وهذا يدل الى تحسن وفي الطلب في الولايات المتحدة على مشتقات النفط من جهة اخرى حصل انخفاض في الانتاجية في ولاية تكساس مع ارتفاع في الطلب خلال الايام القليلة الماضية بفعل الاجواء والعواصف الثلجية التي ضربت في عدة مناطق هناك مما ادى الى نشوء مخاوف جديدة تجاه التزويد من مشتقات النفط وكذلك التزويد النفطي بحد ذاته وهذا ايضا ما دفع اسعار النفط للارتفاع اما على المدى المتوسط والطويل فاحتمالات حصول مزيد من الارتفاع واردة بالفعل وسط كل التوقعات التي تشير حاليا في اغلبها الى ان التعافي في الطلب العالمي على النفط قد يكون اسرع مما كان متوقع سابقا خصوصا ونحن نشهد حاليا عالميا انخفاض في وثيرة الاصابات اليومية بفيروس كوفيد 19 مما اعطى ملامح بانه قد يمكن السيطرة حتى ولو بشكل جزئي على هذه الجائحة خلال النصف الثاني من هذه السنة وهذا ما اعطى توقعات الطلب العالمي على النفط ايجابية مما دفع اسعار النفط ايضا للارتفاع فاعتقد انها قد تستمر في الارتفاع على المدى المتوسط والطويل لكن بشكل تدريجي وليس سريع جدا طيب في ظل التذبذبات التي نشهدها على اسعار الذهب من تراجعات وبعدها نشهد بعض الارتفاع على هذا المعدن شاهدنا في الفترة الماضية التقاط والانظار تتجه هذه المرة الى سلعة اخرى وهي البلاتينيوم الذي ارتفع الى اعلى مستويات كان قد سجلها منذ اكثر من ست سنوات ربما ما هو الداعم الاساسي او انه سنشهد هذه الموجة ستكون مؤقتة ام سنشهد مزيد من الدخول على هذه السلعة الارتفاع الكبير الذي حصل في البلاتين كان مرافقا لتحسن التوقعات في طلب المعدن فرغم ان البلاتين يعتبر مثله مثل الذهب والفضة معدن ثمين الا انه ايضا معدن مرتبط في الصناعة واول القطاعات التي شهدت تعافي في الاقتصاد العالمي ما بعد الانكماش القياسي الذي حصل في 2020 وتحديد خلال الربع الثاني من عام 2020 كانت الصناعات التحويلية التي بدأت تتعافى وبعدها لاحظنا بعض التعافي التدريجي في الصناعة ورغم ان القطاع الخدمات ما يزال ضعيف بل وينكمش في عدة دول عظمى مثل بريطانيا ومنطقة اليورو لكن بالنسبة للصناعات فهي تتجه نحو التعافي شيئا فشيئا ونعود للبلاتين الذي يعتبر معدن صناعي الى جانب كونه ايضا معدن ثمين وبالتالي حصل هناك طلب كبير على البلاتين لم يكن على مدى ايام بل على مدى عدة اشهر دفعت بالاسعار للارتفاع لكن حاليا حصلت موجة صاعدة قوية دفعت البلاتين لمجتوية فوق 1330 دولار قبل ان يعود هذا اليوم لاجراء تصحيحات مضاربية هابطة مرة اخرى وجاء هذا الارتفاع مع قلق من التزويل والانتاج من المناجم في جنوب افريقيا خصوصا وان هناك بعض اللقاحات التي طرحت تم اثبات بانها غير فعالة بدرجة كافية ضد فيروس كوفيد 19 بالسلالة المتحورة الافريقية وهذا ايضا ما اقلق على التزويل لبلاتين لكن بنظرة اجمالية على المعادن الثمينة ككل شاملا الذهب والفضة والبلاتين فالتوقعات حاليا ترتبط مع توقعات التضخم المستقبل في العالم فاحتمالات ان نرى ارتفاع كبير على مستويات التضخم ورغم ان مستويات التضخم الحالية ما تزال منخفضة لكن مع ارتفاع اسعار النفط فهناك احتمال ان نشهد ارتفاع كبير في التضخم خلال الفترة المقبلة مع تثبيت البنوك المركزية لسياساتها مما قد يدعم الارتفاع باجمالي المعادن الثمينة لكن مع عدم استبعاد بعض التصحيحات المضاربية وبالنسبة للذافة وحالين ينتظر مستجدات بخصوص الحزمة التحفيزية الامريكية وبعدها رفع ما سيبدأ في ارتفاعي نعم وانا اشكرك سيد ساركيس تيوبريان وانت محلل اسباق العالمية في مجموعة ايكويتي جروب شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات اشتركوا في القناة